استبعد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جينيف جينادي جاتيلوف إمكانية إجراء محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير سيلانسكي وأوضح المسؤول الروسي أن الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا أكبر في محاولات إنهاء الصراع متهما الولايات المتحدة ودول النيتو الأخرى بالضغط على أوكرانيا للانسحاب من المفاوضات كما أضاف أنه كلما استمر صراع زادت صعوبة التواصل إلى حال دبلوماسي متهما الأمم المتحدة أنها أصبحت غارقة في التسييس وهو ما أضر بسلطتها ومنظماتها مؤكدا عدم وجود أي اتصالات مع الدول الغربية